بعد أكثر من شهر على أزمة أبناء حجور حجة الذين تركوا لمواجهة مصيرهم تحت قصف مليشيا الحوثي وحصارها بلا دعم ولا إسناد وسط توارن وتخاذل للشرعية والتحالف لأسابيع تقف الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية على تطورات الأوضاع هناك بعد كل ما طال كشر وأبناء حجور من قصف وحصار وجوع هروب من السخط الشعبي خرجت الأحزاب في وقت متأخر ببيان أدانت فيه عدوان مليشيا الحوثي على أبناء حجور بمديرية كشر وحصارها وطالبت الحكومة والجيش الوطني بالتحرك الفوري لدعم ومساندة حجور كما طالبت المنظمات الحقوقية والإغاثية بالإدانة والإغاثة هرعت الأحزاب المؤيدة للشرعية للإشادة بجهود التحالف في كسر الحصار وعمليات الإنزال الجوي للمعونات متناسية الأسباب الحقيقية التي تقف خلف أزمة حجور والتي أدت لتفاقمها والأسباب الأخرى المتعلقة بتعطيل جبهات مواجهة مليشيا الحوثي والتي مكنتها من التفرد والحشد ضد أبناء حجور واستهدافهم بيان الأحزاب شدد على خطورة التقاعس والخذلان والتباطئ عن دعم ومساندة أهالي حجور وحذر من المآلات الكارثية المترتبة لذلك على مستوى العمليات العسكرية للجيش الوطني ومعركة استعادة الدولة وثقة القبائل والمجتمع بالشرعية وحول استهداف المليشيا للمدنيين في مديرية الحوشة بالضالع أدانت الأحزاب ما تقوم به مليشيا الحوثي من حرب على المدنيين وطالبت الحكومة والتحالف بدعم أبناء الحوشة في مواجهة مليشيا الحوثي والدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم